في هذه المختبرات المتواجزة في وزارة الصحة تجري عمليات لفحص عينات لأشخاص يمكن أن تحمل الفيروس المعروف باسم زيكا الذي تسبب في وفاة العشرات في مراطق مختلفة من العالم في شكل عام نحن على جاهزية تامة للتشخيص سواء كان هو مهدد أو غير مهدد لأنه زودتنا في المواد المواد هلأ موجودة عندنا في المختبر قادرين على التشخيص السريع طبعا بالطريقة اللي هو السريع اللي بتواخدش أكثر من ثلاث ساعات لإعطاء النتيجة اكتشاف حالات إلى حد الآن العينات اللي بتيجينا هي عينات سلبية ما فيه أي شيء يعني بوزيتف أو ما فيه أي شيء إيجابي للمرضى اللي بتم خلينا نحكي سحب العينات لإلهم ورساله من المختبر أنواع كثيرة من الباعود موجودة في فلسطين تلاحظ خصوصا في فصل الصيف إلا أن الصحة الفلسطينية تقول إن هذا الباعود الناقل لفيروس زيكا غير موجود في فلسطين المرض لا ينتقل مباشرة من إنسان لإنسان يحتاج دائما إلى الوسيط والوسيط هو نوع خاص من أنواع الباعود هذا النوع من الباعود مفروض يكون متوفر بكميات كبيرة في منطقتنا في فلسطين حسب المعلومات لأنه النوع الخاص اللي بنقل هذا النوع من الفيروس مش متوفر مش موجود بالتالي حتى لو حضر إنسان مصاب من تلك المناصر الفلسطيني فيش خطر انتقله لآخرين وتشبه أعراض المرض بالعدوى بالفيروسات الأخرى المنقولة بالمفصليات وتشمل ارتفاع درجات الحرارة والطفح الجلدي وألام المفاصل والصداع وقد ارتفعت نسبة التخوفات من انتشار هذا المرض في فلسطين بعد اكتشاف أربعة حالات مصابة في إسرائيل نحن يقومنا بالكثير من الخطوات منها جهازية المختبر الصحة العامة لعمل الفحصات اللازمة للحالات التي يمكن انتصلنا من الخارج وحيث كانوا يقومون في مناطق موجودة فيها انتشار للفيروس ولا يوجد حالات لغاية هذه اللحظة لا في إسرائيل ولا في فلسطين ولكن الحالات التي تسجد في إسرائيل هي حالات لأشخاص قد قدموا من مناطق موبوعة بالمرض وبالتالي لا يوجد خوف من الانتشار حيث اشرت لك بانه لا يوجد البعود كبعود لا يوجد في فلسطين لا يوجد اي علاج حتى الان او لقاح لهذا المرض او الفيروس لكن الحماية من نسع البعود هي افضل طريقة للوقاية منه اما ما يهم الاراضي الفلسطينية الان انها خالية تماما من هذا الفيروس جهد قاسم تلفزيون وطن مدينة رامالله اشتركوا في القناة